بسم الله الرحمن الرحيم إنسان هيعيش دي أحداد على قيمنا وعلى أخلاقنا وعلى أصلنا ومبادئنا اللي راحت وروحنا معاها وتاهت وتهنا معاها بس أكيد هنرجعها تاني أكيد هنرجعها تاني طول ما الأمل موجود وطول ما احنا هنعيش بالعمل وهنعمل من أجل تغيير مجتمعنا إلى الأفضل وإلى الأصلح النهاردة مشاهدين الكرام هتكلم عن قيمة الاحترام وغياب قيمة الاحترام شوية قلت بيننا وبين بعض والاحترام كمعنى عبارة عن إيه هو الاحترام الاحترام عبارة عن تقديرنا لقيمة معينة لشيء معين لشخص ما بنقدره ونوقره ونبجله الشخص ده لإما لسنه أو ممكن لعلمه أو ممكن لدينه أو لمكانته أو لتميزه في مجال معين فالاحترام أنا بعتبرها رباط بين الناس رباط حقيقة من نوع مفتخر ومرصع بالجواهر والقالق بين الناس وداخل المجتمع المجتمع القائم على الاحترام فهو مجتمع تلاه مجتمع براك مجتمع راكي مجتمع متحضر الحقيقة أنواع الاحترام هو الاحترام داخل في كل شيء يعني أجل الاحترام الحقيقة هو احترام الله من خلال أن احنا بننفذ أوامره ونطيعه ونعبده واحترام القوانين فيه كمان احترام الوالدين واحتمار احترام كبار السن كمان احترام المرأة واحترام الرجل احترام العمل واحترام الوطن واحترام المشاعر احنا هنبدأ في احترام ربنا احترام الله من خلال احترام حدوده والعمل على طاعته وعبادته الحقيقة وتنفيذ أوامره هيخلق شخصية داخل المجتمع شخصية ملتزمة تعرف الصح وتعرف الغلط إذن هيحاول الإنسان الملتزم بتعليم ربنا أنه هو مش هيغلط هيكون إنسان ناجح ومثمر في المجتمع وده احنا عايزينه احترام القانون لو كل واحد هيحترام القانون مش هيخرج عنه مش هيخلفه طبعا معدل الجريمة هيقل لأن خرق القانون عواجبه وخيمة أظن كلنا يعني بنشوف جرائم على السوشيال ميديا تقشرار لها الأبدان وتندلها الكفين بلاقي زوج يقتل زوجته ويقوم بتقطعها ويضعها في الديفريزر زوج يقتل زوجته ويضعها تحت المكيف أسفل المكيف ويتركها عارية ويسافر وده مهندس نلاقي رجل يقتل زوجته وأولاده الحقيقة كل هذه الجرائم ده غياب الوازع الديني وغياب القانون هنا إنه ما بيخافش القانون مش عارف إنه عاقبة اللي هيعمل كده هتبقى إيه مش عارف إن دي جريمة من الكبائر فزي ما قلت احترام الدين وتعلمات واحترام ربنا واحترام القانون في موضوع احترام الوالدين يعني لا ننسى لا ننسى إنهنا الحقيقة ربنا قال وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومن والدين أحسانة أما يبلغان عندك الكبر أحدهم أو كلهما فلا تقول لهم أفن ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريمة الحقيقة الإحترام نابع من الدين تمام وهناك فنون حقيقة عصرية وحديثة زي علم وفن الإتيكيت الحقيقة الدين والإتيكيت كلهم خليط مع بعض الحقيقة فيه لما بسكر الإتيكيت الحقيقة يعني تظهر أمامي الدكتورة شهندة شاور الأعلامية القديرة وخبيرة الإتيكيت معي على الهاتف الآن أهلا وسهلا أهلا يا فندم حضرتك شرفتين يا فندم وسعيد جدا جدا بمشاركة حضرتك ومدخلة حضرتك دكتورة شهندة إحنا بصدد كلامنا على الاحترام والإتيكيت والإتيكيت أكيد كله احترام وهتكلم عن عايزين نعلم الأجال الجديدة إزاي في نون الإتيكيت وإزاي تتعامل مع الكبار طبعا في بداية مدخلاتي برحب حضرتك وبشكر حضرتك على المقدمة الراقية الجميلة لذي ده أنا سعيدة يا فندم حقيقة شكل ديك ده دي يا فندم طيب إحنا دلوقتي في البداية خالص عايزين نتكلم على الطفل لأن أنا بذرع فيه قيم معينة ومبادئ معينة وطبعا لازم أفرق بين البعاية وبين التربية فكر زي أن أنا راعي ابني زي أن أنا أختار له مدرسة حلوة لأن أنا ألبسه لفت الحال لن نقلوش أي علقة بالتربية خالص التربية هي المبادئ اللي هو هيمشي عليها والقيم أو بمعنى أصح الأصول والإتيكيت تمام طيب دي بتبتدي من سنة كام بتبتدي من قبل الولادة كمان يعني هو من ولادته تقريبا فيه كمان كانت إحصائية عملت على أن الطفل لو تولد في مكان مزعج قوي قوي بيطلع بيأثر على شخصيته في حالك متخائل أنه أي حاجة أكيد بيبقى عصفي أكيد بيبقى عصفي إجباكي بضبط كده في أي حاجة أنا بعملها مع الطفل إيه بتأثر على شخصيته فبالتالي أول سبع سنين بيكون تسلين في المائة من شخصيته مش خالص ده هو هيتغير لما يكبر لا هو تسلين في المائة من شخصيته هتتكون كل حاجة أنا عايزة يعملها لما يكبر ويبقى شاب أزرعها فيه في الوقت ده وعن طريق حاجة معها اللي هي السميليشن أو المحاكاة هي أن أنا التقليل أن أنا دايما ما قاعدش أديله مواعد وحكم هو مش هيفهمها لا أنا أعمل الحاجة اللي هو عايزة يعملها زي مثلا احترامي الكبير أنا لما يكون لي أب وأم وأحترمهم وأتكلم معيهم وأتخدم ألقاب مثلا حضرتك ويكونوا قضوة كمان يا فندم يكون الأب وأم قضوة عشان يحكوا أو يقلدون وهو داي فندم السميليشن أو المحاكاة اللي أنا بتكلم فيها هو أن أنت تعمل التصارفات اللي أنت حابب أن أطفالك يعملوها من بقى قيم وأخلاق ومبادئ يعني ما ينفعش أن أنا أبقى بصوت طول النهار في البيت وقاله أيضا أنت صوتك عائلة طب زي هو هيسمع الكلام بعد كده هو يفضل صوته عائلة فأبتدي أنا أبتدي بقى كمان أعمل جريمة أكبر وهي الضرب تمام أبتدي أضرب تمام يعني لا دين ولا أصول بتقول أن أنا أضرب الطفل فيه فرق بين التأديب وفيه فرق بين الضرب اللي هو التعنيف تمام لما أهذب الطفل عن طريق أن أنا أتكلم معاه الأول وبعدين حسب الحاجة اللي هو عملها كمان دلوقتي فيه أمهات اللي هي تحت مصمى التربية الحديثة فيه مصمى كده يقول إيه أنا هقعد ابني عن ناتي تشير دي جريمة الحقيقة لأن الطفل احنا بنعلمه أن أنت تبقى منبوض يعني هو لما يبقى قاعد في مكان كلنا قاعدين في مكان عادي ونختار له كده كرسي معين ونقول له أنت تقعد هنا تحت مصمى التربية فده في الآخر أنا بدي له أحياء أن أنت منبوض هو ده عقاب نفسي ده إحنا بنقول لكل أم بقى وكل أب ياخدوا بالهم من تعليمات دكتورة شهيدة تمام بزبط أنه لأ أنا لما هاجي عاقب الطفل مش هعاقبه عقاب أنه يؤثر على شخصيته كلها باقي العمر فلأ هنا بقى أنا عايزة أزرع فيه أي حاجة طريق الفاميلياشن أو المحكاة زي مثلا أن أنا بخسل أسماني قدامه زي مثلا أن أنا بخبط عليه قبل ما أدخل قدته زي مثلا أنا نضيفه وراحتي حلوة حاجات كثيرة جدا كل السلوكيات الصح نعملها قدامه وعشان يقلدونا تمام؟ تمام؟ صحيح دكتورة شهندة يريد توجهي رسالة لكل أم وكل أب عشان أولادهم يطلعوا بيعرفوا إيتيكيد ده في النهاية يعني الحقيقة موضوع الإيتيكيد ده موضوع هنفرض له حلقة وإن شاء الله تشرفينا في حلقة ضيفة عزيزة كده تكلمينها عشان ننترك لأكتر من موضوع فعايزين رسالة من حضرتك للأب والأم الحقيقة أنا بشوف أنه يخلوا دايما البيت بيت سوي وبعلاقتهم نستويها مع بعض يعني لو فيه أي مشكلة مش محلها ولا مكان مقدم الأطفال ليكم قوضة تحلوها بينكم وبين بعض فيه كتير جدا بيتجيري رسال وما تدريت طب هو وقت المشاكل أنا ببقى مقرر من دلوقتي أتحسن مشكلة فببقى مش عارفة أن أنا أفصل وأدخل في مكان ما يسمعوش في الأطفال لا قراري وتعلي على نفسك وسكتي وتخليك أنت الطرف اللي يسكت أو أنت خليك الطرف اللي يسكت لأنه ما ينفعش حاجة زي كده تبقى قدام الأطفال لأن الأطفال هما مراياتنا لو طلع طفل توي نفتيا وقصت من نفته مهزب في كلامه فحريك خليك وقت مليون في المية أن هو تعلم ده من أهله مامته وباباه لأنه هو مش فاهم مش فاهم حاجة فالص غير أنه هو يقلت دكتورة الحقيقة مش من الإتيكيت أن أنا أنهي مع حضرتك دلوقتي ولكن في الكنترول بيبلغنا أن الوقت يعني قرب على الانتهاء الحقيقة أنا بشكر حضرتك وعايب أشكر أستسامح الهواري رئيس التحرير ده دعم ده ده كل الشكر اللي حقيقة أستسامح يعني هو اللي على طول في ظهرنا بشكر بشكر دكتورة شاهندة تشاور الأعلامية وخبيرة الإتيكيت هكلم هكمل كلامي عن الاحترام الاحترام زي ما قلت منبعه من الدين والحقيقة يا ربنا وسيدنا محمد قال لنا في أحاديث وآيات كتيرة سيدنا محمد قال ليس منا ما لا يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنقر يعني لا يوقر كبيرنا زي ما قالت الدكتورة شاهندة الحقيقة الاحترام في الألفاظ احنا غابت دلوقتي الألفاظ الألفاظ الأولاد بقت صعبة جدا غاب عنا من فضلك وحضرتك ولو سمحت وبعد إذنك كمان احترام الكبير كان زمان يا جماعة فيه كان الأخ الكبير كان اسمه أبيه أبيه تصغير الأب لأنه كان مكان الأب وكمان الأخت كانت اسمها قبلة شفت قديه المجتمع كان حطت معايير حلوة أولي الاحترام زي ما قلت كمان يعني فيه آيات ذكرت الاحترام أو علمتنا الاحترام يعني في سورة النور يا أيها الذين أمانوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خيراً لكم لعلكم تذكروا صدق الله العظيم يعني هنا أداب الاستئذان اتعلمناها من القرآن إن يجب إن احنا نستأذن ثلاث مرات قبل ما ندخل أي بيت ولو ما حدش رد بنرجع وفيه طبعاً حديث شهير بين سيدنا عمر وسيدنا أبا العباس الحقيقة إن هو جه نده ثلاث مرات وملقيش حد رد فرجع فسيدنا عمر بيقوله انت رجعت ليه أو يعني انت رجعت ليه طلعت ملقيتش حد فقاله لا أنا سمعت سيدنا محمد إن هو أنت لما تستأذن ثلاث مرات ما حدش رد عليك يرجع شفتوا اتكيته اللي احنا بنتكلم اتكيت الدخول على البيت الحقيقة حتى يعني بين الدول في الأمور السياسية هناك برتوكول إيه هو البرتوكول؟ هو عبارة عن أداب وقواعد متبعة بين السياسيين في المؤتمرات الدولية لازم تتبع أو تحترم البرتوكول ده ولو تجاوزته حتى لو كنت مين رئيس الجمهورية هيبقى شكلك مش كويس خالص يعني كمان احترام المعلم ده مهم جدا 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 إيه الحقيقة أنا بطلب أن أستسامح يعرضنا فيديو هنشوف احنا وصلنا لإيه الطلبة يعني قد إيه بتستهان بالمعلم ومنظر صعب جدا جدا حقيقة زمان كان المعلم لهيبة قم للمعلم وفيه التبتيلة كاد المعلم أن يكون رسوله دلوقتي الحقيقة المعلم الفيديو جاهز يا جماعة ولا إيه طيب خلاص عشان الوقت قرب الفيديو اللي هيتعرض ده مهزلة بصراحة صعب جدا جدا اللي بيحصل ده شفت الطلبة عاملة إيه في المدرس بصراحة زمان أنا بأحزن وبترحم على أيام زمان ده كانت زمان المدرس لما يمر الشارع إحنا لا يمكن نمر نلف من الشارع التاني كانت الحصة كلها هيبة واحترام كنا بنحبه قوي ونقدره قوي وبرضه نهابه احترام المعلم من احترام الأب حقيقة يعني والحقيقة الفن ساعد في يعني عمل لغبطة الفن العصري المعاصر عمل لغبطة في البيوت المصرية وفي المدارس الحقيقة طيب الفيديو جاهز تمام طيب دلوقتي زي ما انتوا شايفين مدرس الطلبة أنا حقيقة لفت نظري وقلت لازم أعرضه ده صورة نموذج أنا بعرضها زي ما انتوا شايفين الرأس والتهريج والاستهانة بالمدرس شيء صعب جدا 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 حقيقة لا المعلم مش كده يا جماعة المعلم ده زي الأب المعلم بيقدي رسالة رسالة سامية فاحنا بنقول ان لازم نحترم بعض حتى نصبح مجتمع راقي متحضر الحقيقة في النهاية أنا بشكر إدارة القناة الحقيقة اللي هي قتحت للنهاردة موجودة معاكم بشكر التقم العمل وعلى رأسه الأستاذ سامح الهواري رئيس التحرير والمعد أستاذ محمد نبيل بشكر أصدقاء اللي بيدعموني دايما بشكر جمهور الحبيب وأنا بشكر ربنا الحقيقة وبقول يا رب تقبلها مني هذه الحلقة وجعلها في ميزان حسناتي جمهور الحبيب سعيد جدا جدا بإن أنا التقيت النهاردة معاكم يا رب نزرع كده النهاردة أكون زرعت وردة أو شجرة احترام بنا وبين بعض بتمنى يا رب يا رب دايما ليكو مزيد من الأمل والعمل نحيا بالعمل حتى نصح أوضعنا بتمنى لكو دايما يعني دعوة بأحبها أو مزيد من السعادة والإيمان وراحة البال ويا رب يكون منتج حلقة النهاردة قد نال عسل المشاهدة وحلو المشاهدة وتحياتي ليكم جمال صبرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة